نادي الاهلي تواصل مع بعض الوسطاء مع نادي اتحاد المنستيري اللي معرفة وضعية اللاعب هشام بكار زهير ايسر الفريق وامكانية شراء عقده اللاعب مرحب جدا بالانضمام للنادي الاهلي وتجربة وتكرار تجربة طبعا علي معلول مع النادي الاهلي لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم عرض رسمي من النادي الاهلي لضم اللاعب في نفس الوقت نادي التراجي التنسي قدم عرض رسمي لنادي الاتحاد المنستيري لضم هشام بكار وبيحاول يضغط لإتمام الصفقة بسبب ان رئيس نادي التراجي حمدي المعدب انتعرفين راجل اعمال وفي نفس الوقت يعني عنده شركة رعاية في نادي اتحاد المنستيري ويقدر يضم اللاعب بامور لا علاقة بالشركة او شركة الرعاية الا لنادي اتحاد المنستيري انا اقول لك من الاخر يعني لو الاهلي والتراجي دخلوا في صفقة واحدة على ضم العيب الاهلي يكسب في تونس ما بيدفعوش الاركام اللي احنا ندفعها خالص بعيدة تماما 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 يعني احنا بالنسبة لتونس او الانداف تونس يعني احنا نادي في اوروبا ونادي كبير في اوروبا كمان دولة الانجليزية تمام الاختلاف كبير جدا في الاركام بس اعتقد ان هذه اللحظة حتى هذه اللحظة الاهلي مش داخل جامد قوي لضم اللاعب يعني هو لسه شايفه كويس مش كويس هحتاجه ولا مش هحتاجه اجيب لعب زي الايصر مصري ولا لا انت عارفين ملف فتوح لسه مفتوح كريم الدباس ماشي بشكل كويس محمد حمدي في الصورة كده يعني بالمناسبة عشان اكون راجل امين انا قلت هنا ان محمد حمدي ما يزال لم يوقع عقود تجديده مع نادي بيرامدز كما محمد حمدي زي الايصر نادي بيرامدز بعد الحلقة احد مسؤولي نادي بيرامدز تواصل معايا وقال لي يا كريم محمد حمدي مجدد عقده مع نادي بيرامدز من شهرين قلت له اكيد قال لي اكيد قلت له ماضي قال لي ماضي قلت له موصق قال لي موصق فالعودة على الراوي انا بس ازاي اقولك كده انا امين الراجل قال لي كده فاجئت اقولي الكلام اللي قاله معلومات انا ايه انه لسه في كلام بس لازم انقل كلام المسؤول في نادي بيرامدز لازم هو قال ان محمد حمدي مجدد من شهرين دي حكاية محمد حمدي وزي الايصر الجديد للنادي الاهلي